في اي لحظة في اثناء الشرح يعني ممكن انه انت ترفع ايدك لو انت بدك تسأل على شغلة معينة, اوك. يجي الان بعد ما احنا تعرفنا عن احدث ما توصل اليه العلم في cupboardنا نشوف ايه ما ايش هو ايش ممكن انه هو يسوي تمام ايش ممكن ما يسويش فنجي الان لتعريف الاي اي بس قبل ما نعرف ايش هو الذكاء مين ممكن انه هو يعرف للذكاء تعريف الذكاء بمعزل عن ايش ايش يعني في منكم حكا التعليم والتفكير هذه الشغلات يعني كلمات مفتحية صحيحة شو كمان ممكن تكتبوا على التشات مباشرة حل المشاكل ورضو كذلك القدرة على اتخاذ القرارات ويكون القدرة على حل المشاكل ويكون عنده القدرة على التفكير لازم يكون في عنده ذاكرة هذه الشغلات كلها انه صحيحة تمام فنيجي للتعريف انه انه هو عبارة عن العلم اللي بيخلي الماشينز تفكر مثل البشر think like people تمام طبعا التفكير احنا عنا عشان ايش عشان حل المشاكل انا في عنا مشاكل معينة بدنا انه احنا نحل طبعا المشاكل هادي بتتراوح من انه انا على سبيل المثال ممكن اعتبر انه انا بدي اربط البوت تبعي ارباط البوت تبعي انه هذا عمارة عن مشكلة بيطلب مني حل لغاية انه المشاكل اللي انا بواجهها في الحياة اليومية في هذا الشكل يعني لو فكرنا هنا act like people act like people هنا انه زي ما انتوا شايفين انه انه البشر عندها القدرة على المشي برضو الروبوت لازم يكون فيه عنده القدرة على المشي المشي في حد ذاته هذا بيطلب انه انا اتعلم الشغلة هادي وانه هذا عبارة عن مهارة طبعا المهارة هادي لو احنا فكرنا في الطفل الصغير انه هو كيف بيتعلم المشي فعليا الطفل لازم يغلط لازم يجع عشان انه هو يتعلم المشي هو عنده عضلات عضلات في رجلية تمام والعضلات هادي هي اصلا مش عارفة يجديش مقدار المقباض والانبساط المناسب عشان يناسق الحركة وعشان يحفظ التوازن فالطفل الصغير بروح بيجرب خلينا انه نزود درجة انقباض مثلا للعضلة بدرجة معينة ونشوف نجرب نمشي ونعدل بهذا الشكل بيقع مدام انه اقلل شوية فبالتالي هذه القدرة على التعلم موجودة عند البشر فبالتالي بتقدر تعمل لحركات العضلات اللي موجودة عندها بحيث انه هو يمشي بتنعصو نفس الشيء بالنسبة للروبوت يفترض انه يكون عنده القدرة انه يتحرك بسلاسة وهذا الكلام احنا شفناه يمكن المحاضرة الماضية يعني اعرجيكم انه احنا في عنا بعض الروبوت من دايناميكس روبوتيكس انه عندها القدرة انه هي تمشي وتتحرك خليني اعرجيكم اياها احنا في نفس السياق بوستون دايناميكس هادي شركة بتصنع روبوتيكس هادي الروبوتيكس هاي الكاميرات والسينسورز اللي موجودة عنده هادي سبوت ارم انسيبشن سوليوشن تمام فشايفين يعني يعني هو مصمم انه هو يتحرك انا عرجيكم فيديوهات بهذا الاطار يعني حاليا بس يعني يعني هنا في عندكم شوب بتسوق عندي الشركة اصلا بتسوق يعني او بتبيع روبوت والشوب هنا انه انت بدك اياه كاكسي بلورر انه هادي عبارة عن اكسي بلورر كيت انه بس انه انت بس مجرد انه انت بتستكشف ايش الامكانيات اللي موجودة عندك هنا فيه يعني كروبوت كيف تتعمل معاه او انه انه انت بدك اياه انه لالنتر برايز فبالتالي انت بدك يعني بحط تطلب عرض سعر معين او انت بدك اياه لالابحاث العلمية اذا انت بتجري عليه ابحاث العلمية طبعا هو مقسمها هنا تستميز روبوت هنا بلاس ارم انه ها هي رابطة بتشمل زي كالانسبشن انه هو بستكشف شغلات معينة ثيرمل وهكذا تمام الفيديوز اللي موجودة اعتقد انه انت ممكن انه انت تلقاها على قناة اليوتيوب وتشوف كيف انه الروبوت هذا انه ممكن انه هو يتحرك هايو يمشي في هاي البيئة دعني ابدى الفيديو من الاول شايفين كيف الحركة تبعته تمام تنسيق الحركة هادي انه بيطلب منه انه هو يتعلم انه كيف ينسق الحركة تبعته ويحفظ التوازن تبعه بهذا الشكل انه يعمل بك لا هاي الفكرة في نرجع على السلايد انه اكت لايك بيبول البيبول ايش بيسوه انه بيتحركوا بحرية تمام بيعملوا مهام انه بيجيب هادي هنا بحط هادي هناك يعني بفتح الباب بنقل بضاعة بنقل كراتين كل هاي الشغلات انه هو بيقدر انه هو يسويها اوكي طيب الشغلة التانية انه think rationally هاي الشغلة كتير مهمة اوكي ممكن انه انه انت تفكر بس بدي يكون تفكيرك بعقلانية عشان توجد افضل حل انت في عندك ممكن انت تفكر في حلول المشاكل اللي عندك والحل اللي اختارتم مش افضل حل فلازم انه يكون التفكير عقلاني وبناء على التفكير العقلاني بدك تتصرف بعقلانية تمام انه انت مثلا على سبيل المثال في عندك خيارات كثيرة انه انت تروح من مكان لمكان تاني فهو يفترض انه انت تختار انسب طريقة للانتقال من المكان الفلاني للمكان الفلاني على سبيل المثال اوكي طيب الراشنال ديسيجينز او القرارات العقلانية ايش المقصود بيها انه انه احنا بدنا ماكسيمالي اشييفنج بريديفاين جولز بدي احقق الجولز المطلوبة مني باقصر درجة ممكنة يعني انا على سبيل المثال بدي اعمل روبوت والروبوت هذا بدي ننظف ارضية المطار فهذا الكلام اللي انا بحكيه تنظيف ارضية المطار هذا عبارة عن جول بالنسبة لي فكيف بدي انه اخلي الروبوت يتصرف بعقلانية انه يخلي ارضية المطار نظيفة اكثر ما يمكن شو الفايدة انه الروبوت يضله يعني انه مثلا على سبيل المثال الاماكن اللي اللي ينظفها يضله انه هو مركز فيها ويضله انه هو ينظف حالها لا هو بدي اياه انه يشوف وين الاماكن المتسخة اكتر شيء وانه هو يروح ينظفها يديها اولوية اكتر مثلا على سبيل المثال او شو الفايدة انه يخلي الروبوت انه يضله ينظف الاماكن اللي نظيفة وفي اماكن انا عندي تانية متسخة او روبوت انه يعني هم ينظف المطار في ثلاث ساعات والتاني بنظف المطار في ثلاثين دقيقة فاكيد هذا المقصود بالماكسيماليتي هنا انه هداك حقق الهدف نفس الهدف انه كل ارضية المطار نظيفة بس وبوقت اقل معنى ذلك انه هو التصرف براشنع بشكل عقلاني هذا هو المقصود في هذه الشغلة تمام طبعا هذا الجول من خلال شغلة اسمها يوتيلتي وهذا المصطلح راح يمر علينا كتير في هذا المصاق المقصود باليوتيلتي هي عبارة عن تعبير للجول هذا يعني على سبيل المثال النظافة كيف انت ممكن تعبر عليها اليوتيلتي هل بتعبر عليها بنسبة مئوية تمام او بتعبر عليها كمساحة انه انت قديش المساحة اللي انت نظفتها او درجة النظافة انه اوكي يعني انه انت انا بدي مثلا كل ارضية المدار ما تكونش انه مقدار الاتساخ اكتر مثلا من كذا مليمتر للغبار مثلا على سبيل المثال فاليوتيلتي هادي هي عبارة عن فانكشن من خلالها بنقدر نعبر عن الجول برقم معين وعلى اساسه رح يشتغل الروبوت وانه هو يزود هذا الرقم انه يعمل ماكسيمايج لهذا الرقم يعني على سبيل المثال يعني كالروبوت حاليا بيشتغل وعملت لي انه المطار نضيف ستين في المية فهو بده يفكر بشكل عقل يعني كيف يرفع النسبة هذي لتسعين وتمان وخمسة وتسعين او حتى مية في المية ماكسيمايز يور اكسبيكتيد يوتيلتي هو يفترض انه يوجد كل السليوشن اللي بتأدي للحل ويختار اكتر وحدة تعمل ماكسيمايز الحل اللي بيعمل ماكسيمايز لليوتيلتي في اكتر من طريقة لتنظيف المطار ممكن انه انت تاخدهم يعني وهذه الشغلة يعني معروفة انه انت ممكن انه انت تتنظف في طرق عديدة تمام ايش هي الطريقة اللي بتعمل ماكسيمايز لليوتيلتي تبعتي هاي الفكرة في الموضوع طيب اوكي طبعا ادماغ الانسان هو عبارة عن يعني انسبايريشن لكتير من الشغلات اللي 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 بتم اللي بتم وضحها في الاي ااي يعني على سبيل المثال يعني انه بدنا نخلي الماشين انه هي تفكر مثل الانسان طب شو وين مكان التفكير في الانسان هو عبارة عن العقل او الدماغ فبالتالي بنروح بنعمل سيوميليشن للدماغ فعشان هيك يعني هو الدماغ هذا مكون من شبكات من يعني شبكات عصبية تمام بايولوجية فبالتالي انه صار محاكالة الها من خلال الارتفشيال نيورال نتورك مثلا على سبيل المثال ودماغ مقسم لمناطق في مناطق متعلقة بالراشنال ديسيجن في مناطق متعلقة بيعني الشغلات المتعلقة بالقرار في المقدمة في مقدمة الدماغ هنا في مناطق بتكون مسؤولة عن السمع والبصر في مناطق بتكون يعني متعلقة بالحركة في مناطق بتكون متعلقة بالاحساس فالتقسيمة هادي انه بتخلي الديفلوبر او الانجينيرز انه يعملوا ريفيرس انجينيرينج للدماغ كيف احنا ممكن نصمم شغلة مشابهة لهاي الشغلة وطبعا البشر في هذا الاطار مش بس في الاي اي يعني على سبيل المثال البشر بدهم يعملوا طائرة فبيشوفوا كيف يعني قليط الطيران في الطيور تمام وعلى هذا الاساس بيصير فيه تصميم لطائرة انه اه والله الطائرة محتاجة لديل محتاجة لاجنحة محتاجة لقوة دفع بهذا الشكل ففعليا كل الاشياء اللي احنا بنصنحها هي انسبة من الطبيعة الخالق وحده سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الاشياء بدون اي مثال سابق لكن احنا بالنسبة لنا كل الاشياء اللي احنا بنصنحها التصميم تبحها مستوحة من مثال سابق موجود عندنا في الطبيعة احنا بنصنحها نيجي لا الاجنت الاجنت احنا حنتطرق له في باب منفصل يعني قبل الريينفورسمنت ليرنينج الاجنت من اسمه يعني هو وكيل انت بتوكله انه هو يفهم بمهمة محددة تمام فممكن انت تعرفوا انه هو عبارة عن انتيتي برسيف برسيفز ان اكتز طبعا يعني ممكن انه انت تطلع عليه زي هيك انه هو عبارة عن انتيتي في عنده مستقبلات من الطبيعة طمام او الانفارومنت حوالي حكا البيئة اللي حوالي وبناء على البرسبشن هذا الاحساس هذا او السنسيشن اللي بيستقبله من الانفارومنت حواليه بروح بعمل اكت معين وهذا الكلام هايو موجود هنا خليني امسح هذا اوكي هذه الشغلات انه مسمى هي كالبعمل برسبت من خلال حاجة اسمها سينسورس يعني عسابيلي المثال سيلفد درايفين كار كيف انه بتقدر تعرف انه في امامها ممر مشاء او لا او انه في اشخاص قاعدين بيعبروا الطريق من خلال كاميرا فهي بتعمل يعني بتستشعر هاي شغلة من خلال كاميرا وطبعا في عندك موديول انه او خلف المشهد انه بياخدوا صور من الكاميرا وبيحلل انه اه والله هذا عبارة عن الوبجيكت اللي موجود انا امامي في المشهد هدا عبارة عن بيرسون هدا عبارة عن سيارة هدا عبارة عن شخص هدا عبارة عن سيارة تمام ويعمل اكشن عارة الايجنز من خلال اكتويتورس الاكتويتورس هادي ممكن انه تعتبرها انه هي عبارة عن دراع او عجلات او محركات اي شغلة ممكن من خلالها يعمل اكشن معينة اكشن معين اوكي تمام فالان يفترض انه الاكشنز تبعتي تكون راشنال بناء على ايش بناء على اليوتيلتي اللي احنا حكينا عنها لان افترض انه هدا الروبوت مطلوب منه انه يعمل بك لهذه التفاحة تمام كيف ممكن انا اتصرف عشان اعمل بك لهذه التفاحة تفاعت صغير من المعرفة نبي قابل كيف تفاعت فيها الى الامام والخلف تمام و الارمس هادي بقدر من خلالها انه يحركها باستخدام هذه الطول العصاية هادي انه يعمل بك للتفاحة اوكي انا في عندي space of actions هادي برضو لازم انه احنا نركز عليها the space of actions معناها انه زي ما انا ذكرت لك الان يعني هلين اوطح لك هاد الشغلا اعفواني هذا الروبوت اللي انت شايفه امامك ايش ممكن يسوي العجلة هاي ايش ممكن تروح تروح الى الامام والخلف بدي افترض زي هيك انا بدي هو ممكن يعمل اكشنز تانية بس انا بدي اخلي الاكشنز تبعتي محدودة زي هيك تمام يعني انت عندك روبوت انه ممكن يروح بالاربع الاتجاهات يعني هاي الشمال للشرق للشرق الغرب للجنق هاي اربع اتجاهات تمام انت ممكن تحكي انا ممكن اصمم الروبوت خلي يروح بهذه الاتجاهات اوكي ماشي مش خلاف بس الفكرة انه بدنا نحصر كل الاكشنز اللي موجودة عندي فبالتالي انت عندك الحركة باربع اتجاهات هذا بالنسبة للعجلة للحركة شو كمان انت عندك الارب ايش الاكشنز تبعتها انه انت ممكن تخليها زي هيك ممكن تخليها زي هيك اكم اكشن انت ممكن تاخده في الادراء فبالتالي الاكشن سبيس انت عندك انا ممكن اسوي على سبيل المثال تمانية اكشنز هاي المقصود فيها انه انت تحصرها كلها تمام والراشناليتي انه انه انت تختار الاكشن المناسب من التمانية هدول بناء على البرسبت اللي موجودة في الانفارومنت الصور والسنسور ممكن تكون كاميرا ممكن تكون انفرا ريد سنسور اي ار الانفرا ريد سنسور انه بقدر من خلال انه يرسل اشعة تحت الحمراء ويشوف انه هل في اوبجيكت قدام ولا لا عشان انه يميل او يحاول انه هو يتجنبه عشان ما يخبطش فيه يعني مثلا على سبيل المثال انت في عندك عادة سنسور ممكن يكون في عندك سنسور لدرجة الحرارة لو كان الاجنت هذا بيسجي الزراعة فيفترض انه اذا كانت حداشة الحرارة عالية جدا وقت الظاهرة والشمس يعني انه انه انت في منتصف النهار يفترض ما تسجيش يفترض انه انه انت تسجي في اوقات انه تكون فيها درجة الحرارة يعني اما الصباح او العصر مثلا بهاي الكيفية تمام يعني الفكرة في الموضوع بناء على البرسيبلس اللي انت موجود عندك في الانفرومنت بدك تختار اكشن من الاكشن سبيس اللي موجود عندك بناء على حيث انه انت تعمل تمام نجي نطبق هذا الكلام على باكمان ايش الانفرومنت اللي موجودة عندي ايا زي ما انت شايف عبارة عن البورد هادي تمام ايش فيها فيها ايه الدوتس دي انت بدك تكلها وايش فيها كمان عناصر الجوست وفي عندك هدول البريرس يفترض انه لمن يمشي تمام يعني مثلا لو كان هنا بقدرش انه هو يروح يمين خلاص انت في عندك حاجز فالاتجاهات الممكنة او البوسبول اكشن انه انت تروح فوق او تنزل تحت اوكي تمام يفترض انه الباكمان هدا كايجنت والوظيفة تبعته انه ياكل كل الدوتس هدول انه يقدر يعمل برسبت لهاي البيئة انه اه اوكي هدا غوست هدي دوت وهدا بارير بهذا الشكل الاكشن تبعته انه الحركة في اربع الاتجاهات بهذا الشكل فبالتالي انت بدك تختار عشان انه تعمل ماكسيمايز للسكور شايف كيف احنا صغنا الموضوع على شكل فالرقم هدا بدي اياك تكبره انت عندك 18 انا بدي اياه اكتر شوف الاكشن اللي بتكبرلك هدا الرقم هاي الفكرة في الموضوع طبعا هدا طبعا هو يفترض انه من الاكشن اللي يختارها انه انه برضو انه 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 هو يعني يعني يشرد من القوست لانه لو لمسوا القوست يعني خلاص تنتهي اللعبة فهادي برضو احنا بنضيفها على الشغلة شايف السكور كبير ل 2117 يعني خلص الوبجيكتيف انه اكل كل دوتس قوست انه هو يجنبهم وكان انه هو يختار الاكشن سلسلة من الاكشن يمين فوق تحت تحت شمال 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 فوق زي هيك لغاية لما وصل الوبجيكتيف هذا كله اوكي اوكي هذا الكتاب المقرر احنا حكينا عنه الهيستوري تبع الاي اي الهيستوري تبع الاي اي مش مطلوب منكم اه اه الا شغلة بسيطة جدا انه انت تعرفها كان انه احنا عنا في مرحلة من المراحل الاي اي وينتر وفي عنا اه في مرحلة من المراحل اللي هو الاي اي سبرينج يعني شتاء الاي اي وعنا ربيع الاي اي يعني الاي اي بدى من من خمسينيات او يعني منتصف اربعينيات القرن الماضي تمام وكان انه هو عبارة عن بوليان سيركيت بتحاكي الدماغ وزي ما حكينا انه كل محاولات البشر في هذا الاطار هي عبارة محاكة محاكة لمثال سابق موجود عندي في الذكاء الاصطناعي كذلك احنا عنا في هذه المرحلة تم وضع التورينج تست اللي هو الكمبيوتشنال ماشيناري اند انتليجنتس هذا التست باختصار انه الفكرة تبعته الفكرة تبعته الفكرة تبعته ثواني اللي اعمل بس استوب شير ترد يكون في وايت بورد موسيقى بس قل عمة بس ترجمة نانسي قنقر 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 لو كان التست هذا من خلال مكانمة هاتفية تخيل نفسك اتصلت على واحد صاحبك تمام؟ وبدك تقنعه انه انت وحدست يعني فبدك تغير نبرة الصوت تبعتك وبدك انه انت تحكي بطريقة معينة فتست مش سهل ممكن انت تقنعه لدقيقة دقيقتين ممكن ما تزمدش معاك من اصله يعني ما تزمدش اكتر من خمس ثواني يعني فهاي الفكرة انه هاي التاسك في حداتها بتطلب انت تعمل او تفدع الشخص اللي امامك هادي بتطلب انتليجنز فهذا ما يتعلق بالتورينج تست تمام في هادي المرحلة المرحلة هادي ممكن انه احنا نعتبرها انه هي شتاء الاي اي لانه كان فيه كتير بتنصرف على فلوس يعني فلوس بتنصرف على على ابحاث الاي اي ولكن انه المرضو التبحى مش كتير كان يعني له اثر بشكل كتير كبير لانه كانت مكلفة جدا وكان ان النتائج تبعتها انه لغاية لما نوصلوا لمرحلة انه احنا مش ممكن نعمل ماشين ذكية او بتحاكي قدرة الانسان او ذكاء الانسان والجدل هذا استمر لانه اوكي انتو بتصرفوا اكتير شغلات على شغلات فاضية تصرفوا ملايين الدولارات على 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 الكريمات ومساحيق التجميل وعلى الترفيه وعلى كذا وعلى كذا ليش ما تستمروا في مجال الابحاث هذا نفس الشيء كان بالنسبة لناسا انه كانت ناسا وكالة الفضاء الامريكية انه كانت حبتة كتير كبير من الحكومة وكان انه في انتقاد هذه الشغلة انه طب شو مردود الشغلة هذه احنا ايش بدنا في الفضاء ليش انه احنا ننزل على نبعث رحلة للمريخ ونبعث رحلة لمش عارف ابصر وين فكان انه هذا الجدل يعني لا انه احنا بدنا نحافظ على تقدمنا في مجالات عديدة وعشان هيك بدنا نستمر في الابحاث هذه لغاية لما في بداية التسعينات ايجا ربيع الاي اي وبدت انه النتائج يعني تعطينا يعني انه كان فعلا في يعني ظهور لاشياء ملموسة في الذكاء الاصطناعي والفترة هذه امتدت لغاية من الالفين لغاية الآن اللي هي الفترة اللي احنا موجودين فيها حاليا يعني تمام ففي الهيستوري هاي مش مطلوب منك انه غير انه انه انت تعرف في الهيستوري انه كان الوضع صعب جدا من سبيل الاي اي اي في شيء يعني كفترة الشتاء الاي اي والآن الوضع افضل في تقدم ملموس وفي ابحاث بتحقق اجمال المسافية على الاطار اوكي نيجي الآن بعد ما احنا تعرفنا على هاي الشغلات كلها نيجي ناخد كوز تمام والكوز هدا ممكن انه نسأل انه هل اوكي انت ممكن ترد علي وثمز داون اوكي هل الممكن انه احنا نصمم يلعب لعبة جوي جوي انه يعني انه خلي مصمم ايجنت انه هو يلعب لعبة وممكن صحيح اغلبكم اختار هذا الخيار هل ممكن انه يفوز على الهيومن في لعبة الشترانج هذا الكلام هذا الكلام حدث بالفعل في 98 لما اي بي ام طمم جهاز اسمه ديب بلو فعلا غلب بطل العالم في الشترانج هل ممكن انه يهزم او يربح في لعبة الجو المناسبة للي بيعرفوش لعبة الجو اللعبة الجو هي عبارة عن نعبة بورد جيم برضو ولكن اعقد من الشترانج بكتير على مراحل يعني كتير كتير كبيرة وهذا الكلام حدث فعلا في الالفين واربعطاش حديثا يعني مش من فترة بعيدة انه تم تصميم ماشين والماشين هادي انه لوحدها قدرت تتعلم كيف تلعب الـ وهزمت الهيومن في هذا الاطار هذا موضوع خطير جدا انه الماشين تتعلم لوحدها فيه احنا مفردين انه باب منفصل اسمه الـ التعليم بالاجبار انه احنا نتركها لوحدها ونجبرها انه هي تتعلم لوحدها وهذه شغلة كتير خطيرة انه الماشين تتعلم لوحدها انه ممكن تتعلم شغلات كتيرة احنا ما نكونش على علم فيها يعني على سبيل المثال ممكن انه اخالي الماشين انه على سبيل المثال انه تتعلم لغة جديدة لوحدها تتعلم ايطالي اسباني الماني بغض النظر وهذه الشغلة بدل ما انه انا احط لها طريقة للتعلم خلاص انت اروح تعلمي لحالك وفي النهاية انه لما شخص يحكي اسباني انه انت ترجمي لي هادي شغلة كتير كويسة اكيد طبعا بيشير العبئ عنك انه انت اتعلم الماشين لكن تخيل الوضع انه لو ال ورد لغة خاصة فيها تحكي فيها مع بعض احنا ما بنعرف هذه اللغة فخلاص يعني out of control بنصير احنا يعني فقدنا السيطرة خلاص انه two machines يتفقوا مع بعض ويطوروا لغة جديدة للتخاطب احنا ما بنعرفها ولا يعني ولا عارفين انه شو معنى الكلام اللي هم بيحكوه هذا يعني منحنى خطير جدا اوكي فحكينا انه هذا الكلام تم في 2014 فهذا حكينا انه في 98 عفوا 1998 وهذا حكينا في 2014 فعلا انه هو تم ممكن يلعب الناس ممكن في ناس انا شايف ها بتقول لا اللي بتقول لا يعني خليني انا اصبت لك بنك بونك روبوت وَاكَن في فيديو هذا مدد خلينا نشوف هذا خلينا نشوف نشوف لمن خسر ما رأيك شايف الكاميرا اللي هنا وشايف الارم كيف انه هي بتتحرك لا بيقدر يلعب تنس هل ممكن انه يعمل لبرتكيولر كامب ويحطه على الرف صحي هذا الكلام احنا شفناه في الامثلة هل ممكن انه يعمل يعمل انلود لا ديشواشر ات اني هوم الديشواشر اللي هو غسالة الصحون يعمل انلود انه يفكفكها مثلا هل بيقدر يعمل الشغلة هادي ات اني هوم معنات انه معنات انه ات اني هوم يعني انه انت في عندك انواع كتير ديشواشر لا انت ممكن تعلمه انه هو يفكفك ديشواشر من نوع معين لكن انه انواع مختلفة لا شوية صعب لسه شوية طيب هل ممكن يعمل على الهايوي في ناس وتقول اه في ناس وتقول لا اذا الكلام انه اه بيقدر انه يعمل في الهايوي ليش هذا الكلام انه هو مش منتشر طبعا لا لسه لسه شوية مش في كل المناطق في مناطق بتقدر انه تستخدم المعلومات اللي موجودة هناك من معلومات ترافيك والسينسورز اللي موجودة على الطريق وفعلا انه بتقدر انه هي انه انه تشتغل بشكل آمن جدا على الهايوي لكن في بعض البلدان الاخرى لا لسه الامور مش تمام يعني في مناطق او في مناطق لا اوكي هل ممكن انه درايف سيفلي في التليغراف افينو في شارع التليغراف بالمناسبة هذا الشارع يعني مزدحم جدا جدا وصعب لسواقه في يعني في فرق بين انه انت تسوق في ازدحام وانه انت تسوق في هايوي لا الامور مستقرة اكتر يعني اوكي هل ممكن انه يشتري يعني من الويب ممكن يشتري يعني اغراض البقالة تبعتي من الويب ممكن انه هو يشتري ليها ما في مشكلة طي هل ممكن انه هو يشتري هاي الشغلات من بقالة معينة في ناس بتقول او في ناس بتقول ذا بس الاغلب بيقول او لا لانه في في لما انت بدك تروح على محلات محلات البقالة مرتبة بطرق مختلفة الانفارومت ممكن تختلف يعني من محل بقالة لمحل بقالة اخرى يعني انتم عندكم في المنطقة ست سبع دكانات وانت بدك عندك روبوت بدك تبعت ويشتري لك حاجة كل دكانة تعتبر انفارومت مختلفة انه هو يروح هناك ويعمل بك على سبيل المثال كيس الشبس ويحط لك اياه وياخد الاغراض طبعتك ويحط لك اياها ويخاسب والشغلة هذه لكن بقالة ممكن اذا انت عرفته على البيئة هذه ممكن طيب هل ممكن انه يعمل ديسكوفر او بروف لنيو ماثماتيكال ثيوري هل ممكن انه يكتشف او يثبت نظرية جديدة في الرياضيات لوحده الكل بيقول لا شوية بيقول اه فعلا انتم محقين يعني الاغلب بيقول انه لا لا لسة لسة شوية لسة شوية انه هو لوحده يكتشف نظرية جديدة ويثبتها هل ممكن انه هو يعمل عملية جراحية لوحده الاغلب بيقول لا اعفوا الاغلب بيقول اه يعمل عملية جراحية لوحده لا لكن يساعد في عملية جراحية اه فيعمل عملية جراحية لوحده لا اوكي لكن انه هو يساعد في عملية جراحية ممكن ان هو يساعد في عملية جراحية بس ما وصلناش لعمل عملية جراحية لوحده هل ممكن يعمل انلود للديشواشر بمساعدة شخص ما رجعنا لموضوع ديشواشر خلي بالك تتصرعش كلكم بتقولوا آه لسه التعاون مع شخص هذي بروبلم تانية انه يفك الديشواشر هذي بروبلم لكن انه هو يتعاون مع شخص تاني هذي بروبلم تانية لسه بده يتعلم عليها برضه فلا للأسف تمام وضحات الفكرة ليش لانه يعني الكلابوريشن يعني تخيل انه انا بدي احط روبوت في خط الانتاج وبده يتعاون مع البشر مثلا في تركيب سيارة لا 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 صعبة لسه خليه يشتغل له وحده اسهل بكتير ما انه خليه يتعامل مع عمال في خط الانتاج بشر يعني طيب هل ممكن انه يعمل ترانسليت سبوكن الشينيز خلي بقلك سبوكن يعني سبيش يعني انتو انجليش ان دا ريال تايم يعني زي ما انا بحكي هيك في الريال تايم انه ممكن انه هو يتم الترجمة كسبيش طبعا بطبيعة الحال هذا الكلام ممكن في الترجمة انه من صوت لصوت مباشرة موجود هذا الكلام فعلا طبعا اول سيستم كان في هذا الاطار هو كان مترجم يعني طورة وزارة الدفاع الامريكية في الالفين وثلاثة في غزو العراق كان بترجم من عراقي من لهجة عراقية لامريكي سبيش في الريال تايم طيب هل ممكن يكتب قصة؟ ممكن فعلا فعلا اذا انت دربته على مجموعة من القصص ممكن يقلف لك قصة لكن هل ممكن يكتب قصة بشكل يعني يكون قصة يكون مسل يعني يعني زي هيك انه هو يكون قصة هدي الشغلة لا لسه ما وصلناش لهاي المرحلة فهذا الكوز فعلا انه بيخلينا نستوعب ايش الحالة الاي اي اي الوضع اللي احنا فيه حاليا يعني وما شاء الله عليكم يعني اغلب الاجابات كانت صحيحة مضبوطة احنا استوعبنا كل المفاهيم اللي موجودة عندي طبعا هادي الصورة لكاسبرو في سرعة 1998 كان بت يعني لما الكمبيوتر طبع اي بي ام اللي اسمه في ال 97 عفوا مش 98 اسمه الكمبيوتر هذا ديب بلو هزم بطل العالم في الشترنش يعني كان سابقا في الدورة اللي وراها لا بطل العالم هزم الحسوب اللي طورته شركة اي بي ام وشركة اي بي ام بعضيها بسنة اشتغلوا عليهم وطوروا الثورزمية اللي بتخلي الكمبيوتر انه هو يلعب وفعلا لغاية لما انه فعلا انه هو انه هزم تمام هذا الكلام في 96 96 كاسبرو هزم الديب بلو لكن الديب بلو احد في 97 بعد ما تم تطويره انه بعد ما تم تطويره انه فعلا انه بدي بي بلو هزم طبعا طالي كاسبرو في 96 I could feel I could smell a new kind of intelligence across the table كان بيشعر انه لأ في اشي فعلا انه فعلا في عنده ذكاء هذا الجهاز او هذا الحسوب تمام لكن لم يتمكن الحسوب من هزيمة كاسبروف لكن في 97 فعلا هزم اوكي هذي كgame agents انه احنا مش بس في مجالس شطرنج احنا في عنا مجالات عديدة ممكن انه احنا نطور game تلعب هذي الشغلة وتتعلمها لوحدة من خلال reinforcement learning طبعا اللعبة هذي كلكم عارفينها تمام انه انا بلعب ضد الكمبيوتر تمام وهي السكور تبع الكمبيوتر وهذا السكور تبعي كله بتسجلي جوال فيها حركة تبعته اسرع بكتير من الحركة تبعته بصد الكورة وما بيخلي ولا جول انه هو يتسجل فيه دعبة البونك هاي لعبة ثانية انه بنا نخلي السيارة انه هي تضلها على الطريق تروح يمين وشمال وفي نفس الوقت تتفادى الاستضامة هذي برضو لعبة ثانية من reinforcement learning لوحدة تعلمتها طبعا من خلال السكور انا بعلمه انه انت اذا تجاوزت خارجي الطريق هذا بينقص السكور تبعك اذا استضمت بنقص السكور تبعك فهو لحاله يروح ايش بيسوي بيطور يعني طريقة للتعلم انه بيختار سلسة ماشي ويطبع الطريق وفي نفس الوقت ما يستضمش بسيارة اخرى هاتي اللعوبة تلقو اللي في 2014 يعني زي ما حقيتلكم هي board game اعقد بكتير بكتير بمراحل من الشطرنش اللي في 2014 تم تطوير machine من الائي بي ام على ما اعتقد وهزمت البشر في في هاي اللعوبة طبعا الروبوتيكس في عنا روبوتيكس عديدة زي ما انتم شايفين هنا انه ممكن انه في مجال الروبوتيكس تبعه هادي هادي من بوستون ديناميك تمام وهادي الجوجل الجوجل سلف درايفينك كار في اكتر من شركة تشتغل على تطوير السلف درايفينك كار ممكن انه تشوفوها وشفنا بعض منها في اثناء السلايد شفنا يعني التطور في الموضوع طبعا ال natural language processing هداف ارها من ال AI بس خليني اشوف كتش انا ضجل الى نهاية الأسلايد مش ضايل كتير خلينا نميها في هاد الامحاضرة natural language processing يعني تعني انه انخلي المشين انه هي تتعامل مع اللغات الطبيعية تبعة البشر فبالتالي انه هي ممكن تفهم الحكي التبعي زي ما شفنا في في سيري والكورتانا والجوجل مي والجوجل أسستانت وكل الشغلة هذي وفيه عندي العكس اللي هي تيكستو سبيش سينتسس انه الماشين بتنطق تحكي هذا الكلام طبعا الشغلة هذي موجودة في إنه فعلا المساعد الشخصي بينطق الإجابة تمام والديالوج سيستم انه يكون فيه عندي حوار والشغلة هذي شفت يعني شفنا عليها مثال أثناء السلايد السابقة تمام برضو فيه عندنا مجال انه انت يكون فيه عندك سؤال يعني انت عندك يعني مجموعة من وممكن انه الماشين انه هي تستخرج لك الإجابة بطريقة معينة بالإضافة للترجمة الآلية الماشين ترانسليشن هو يترجم لك نص من لغة للغة تانية تمام في عنا مجال الكمبيوتر فيجن مجال الكمبيوتر فيجن انه الكمبيوتر انه هو يقدر يتعامل مع مع الصور ومع الفيديو يعني في هذا الكمبيوتر بتعامل مع النصوص ومع الكلام أما هنا بتعامل مع نوع مختلف من البيانات اللي هي يعني خلال الكمبيوتر فيجن اللي هي الصور والفيديوز والشغلة في هذا الإطار يعني زي زي التعاصق تبعة الإيميج كابشنينج يعني على سبيل المثال يعني راجل في بدلة يعني بدلة مضادة للتبلل لونها أزرق بيعمل سيرفينج يعني على الأمواج بيركب الأمواج ففعلا بيوصف الصورة يعني شو بيوصف إيش الشغلات اللي موجودة في الصورة فعلا وصف الدرس طبع البنت هذه وإنه هي شو بتسوي تمام هاي الشغلة كتير بتساعدنا في لما نحنا نبحث على صور معينة في إيجاد الصور المناسبة وكذلك في البحث في الفيديو من خلال الفيديو إنديكسينج أو الإيميج إنديكسينج ومحركات البحث فعلا بدت إنه هي تدعم هاي الشغلات هذا الكمبيوتر فيجين إنه من خلال إنه تعرف على الأشياء يعني هذا برضو فيديو موجود على طبعا الماسك R-CNN هذا نوع من الشبكات الشبكات الديب تمام اللي ممكن من خلالها إنه هي تعمل الـ Object Detection وهذا مستخدم في شغلات كثيرة يعني هاي هذا بعمل Detection للإشارات تمام هاي هذا في الريال تايم شغال هاي بقعد بعمل Activating هاي بدأ يتعرف إنه هادي كار هادي تراك شاحنة تمام هادي طائرة Airplane فبتعرف على الـ Objects في الريال تايم هادي بص وهي كاتب 98% إنه سيرتين إنه هادي بص في نسبة 98% هذا بيرسون وراكب على بايسيكل فهذه الشغلات التقنيات فعلا إنه مستخدمة في الـ Self-Draiving Car عشان إنه هي تقدر تاخد ديسيجين إنه لا أستوب لا يمشي يمين يمشي شمال في أشخاص قاعدين بيعبروا التوقف زي هيك تمام دعونا نشوف السلايد اللي بعدي ها هادي Object Detection للـ دعونا ها للفواكه إنه هادي قبل بنسبة 99% هادي أورانج خمسة وتسعين بيتغير إنه الـ Object Detection هو بيحوطها زي هيك بيعملها وبيحكي إنه إيش تصنيف هادي إنه هادي بانانة هادي أورانج هادي أبل زي هيك أوكي اللي هو يعتبر من ضمن تطبيقات الـ Natural Language Processing في عنا أيريا اللي هي الـ Machine Learning هادي كتير مهمة حنت تعرض لها إيش المفهوم تبعها في عنا برضو الـ Area تبعت الـ Expert System إنه أنا بخلي الـ Computer يشتغل كنظام خبير في عندي الـ Planning والـ Optimization راح تكون موضوعنا في الدرس القادم في المحاضرة الجاية إنه كيف أعمل Planning إنه أجد حل لشغلة معينة والـ Robotics برضو المجال تبعه لاحظ إنه الشغلات هادي كلها متقاطعة مع بعض يعني الـ Robotics بيستخدم ممكن إنه لو بده يحكي ممكن يستخدم تقنيات الـ NMP بالإضافة لـ Computer Vision ممكن يحتاج Planning هادي الشغلات كلها إنه كـ Area في الـ Artificial Intelligence ومتقاطعة مع بعض بس إنه هادي Big Picture عن الـ Artificial Intelligence الآن لو خطينا يعني محادي التداخل إيش الموضوع الكبير وإيش الموضوع الصغير طبعا الـ Artificial Intelligence هو عبارة عن الموضوع أو الـ Field الرئيسي وهو فرع من فروع علوم الخاسوب تمام؟ بيجي من ضمنه الـ Machine Learning تمام؟ وفي الـ Machine Learning أنا في عندي Neural Networks أو الشبكات العشرية Artificial Neural Networks ومنها Deep Learning عشان أنت تفهم علاقة الشغلات هاي مع بعض أوكي الـ Classical Machine Learning ممكن إحنا نقسمه Supervised و Unsupervised تمام؟ في الـ Supervised إنه بيكون في عندي تصنيف مسبق للبيانات وبدية إنه يتعلم على هذا التصنيف أنا في عندي two tasks اللي هو classification و regression تمام؟ classification اللي هي إنه لما تكون أنا عندي target اللي أنا بدي بدي أعمله predict عبارة عن category تمام؟ وهنا بتكون إنه عبارة عن number و Unsupervised ممكن إحنا نركز في هذا الكورس على موضوع Clustering إنه هو يجمع أو يصنف الأشياء يحط الشغلات اللي بتشبه بعض jump معه تمام؟ يبقى هذا الـ Classical Machine Learning المواضيع الأساسية Supervised زي كأنه انت بتعلمه إنه 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 بدي يكون في عندك label مسبق تمام؟ مثل وحده بده يتعلم الشغلة هذي ما بتع يعني ما بيكون في label في البيانات هذي بتكون pre-categorized يعني إيش يعني pre-categorized إنت بتجيب له مجموعة من الصور بتقول له خلي بالك هذي تفاحة هذي هذي برتقالة هذي كذا وبتخليه إنه هو يتعلم عليها عشان يعمل تصنيف للصور فيما بعد أما هاي لا بتدي له الصور وهو لحاله يفترض إنه يحط صور التفاح جنباط وصور البرتقال جنباط هذا بمعنى مبسط شديد جدا جدا هذا كلاسيفيكيشن زي ما حكيت إنه هو بده يصنف الإجاز عن البرتقال على التفاحة تمام هو بده بدل خلاله يقدر إنه هو يصنف هاي الشغلات من خلال صورهم مثلا على سبيل المثال التصنيف مش بس في في الصور ممكن يكون في النصوص يعني على سبيل المثال إنت في عندك بريد إلكتروني يفترض إنه يصنف لك إياه إنه سبام أو رسالة عادية أوكي من خلال الكيوورد اللي موجودة إنت عندك الكلاسترينج زي ما حكينا إنه هو يفترض إنه يصنف للشغلات لها واحده يتعلم إنه الشغلات اللي بتشبه بعض يحطها جنب بعض إيك يعني بنكون يعني خلصنا المقدمة حتلاقي إنه إحنا بنا يعني ندخل في تفاصيل هذي المواضيع تباعا إحنا عنا في الكورس بضل إذا في أنتو عندكم أي أسئلة أو استفسارات في هذا الإطار أنا شايف إنه في ناس رفع إيدها تفضلي خالد إيش تكتسأل يعطيك العافية دكتور أنا في عندي سؤالين السؤال الأول هو إنه ليش لما الإيجنت بشتغل في أكثر من بيئة مختلفة ما بتكون تفاعته عالية هذا السؤال الأول والسؤال الثاني بالنسبة للسيارات الذاتية القيادة لحتى الآن إنه هي بتشتغل جوا مدن يعني محددة مسبقا أو بيئة إحنا محددينها إلها ما بتشتغل يعني في الطرق اللي هي الهيومان بمشوا عليها أو الطرق الطبيعية بالنسبة للسيلفي درايفين كار الموضوع يعني مرتبط بالسيفتي يعني هم مش راضين إنه هم يحطوها في مدن تانية أو في مدن جديدة إلا لمن يتأكدوا إنه الموضوع آمن مية بالمية لأنه لو صار إنه عدا بيأثر كتير كتير بشكل كتير كبير إنه صار حوادث بسبب السيلفي درايفين كار في مدينة أو في بيئة إنت ما اختبرتها وما تأكدت إنه مية في المية إنه الشغال بيكون يعني عواقب هذه الشغلة كتير كتير صعبة لأنه يعني الأثر طباحة على الثقة في التكنولوجي itself والأثر طباحة أنه أنت بتفقد حياة بشر يعني لو صار حادث معين أما بخصوص السؤال الأول إنه ليش لما يكون في عندك إيجنت بيشتغل فيها عدة مجالات إنه بتكون كفاءته مش كتير لأنه بيزداد تعقيد النظام لمن يزداد تعقيد النظام بيصير صعب جدا إنه أنت تنصق بين هذه الأنظمة وتخلي إنه هو يتعلم جلوبالي هذا كلام مش إنه مستحيل لا الأمر بيتحسن في الشغلة هذه لكن اللي بدي إياك تفهموا إنه لو قرنت إيجنت في مجال محدد مع إيجنت في عدة مجالات كفاءة الإيجنت في مجال محدد أكيد حتكون أكبر بكتير هيك أنت أفكر فيها ما تفكرش فيها إنه يعني إنه الإيجنت لما بيشتغل في مجالات معددة معددة إنه كفاءة ومش ممتازة الأمر بتحسن صحيح لكن إذا أنت بتدور على تطبيقات على حلول هيك أنت أفكر فيها بالطريقة هذه لأنت لما بدك تصمم المعين بتدور على الكفاءة اختار إيجنت في مجال محدد عشان تحصل على كفاءة ممتازة لغاية لما يتحسن الوضع ويصير في عنا إيجنت فعلا إنه ممكن إنه تشتغل في مجالات متعديدة تمام شكرا أعطيك العافظ الله عافظ دعاء см вес صحي 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 لديك صحي هو أتحفل أتحفل اللي رفع ايدها انت رفعها من البداية ولا في عندك سؤال اذا رفعها من البداية وانه مفش عندك سؤال نزل ايدك لو سمعت تمام انا في عندي اسئلة في الاتشاة اوكي تفضلي تفضلي دكتور اللي رفع ايدك نعم تمام في بعض الاسئلة في الاتشاة ليش ما بيظهرش اخر معواد للتسليم مش عارف على الموديل يعني اوكي هشوف الشغلة هذي شو هو اللي ممكن يستخدم في الباحث عن شخص ما هذا كان التعليق ليوا اوكي اوكي لحدا عنده سؤال استفسار تمام كده ان شاء الله يعطيكم العافية جميعا نعم المحاضرة مسجلة في قليل وش ان شاء الله اوكي